السلام عليكم للنسبة للحسن اليوم إن شاء الله للسنة الأولى إعدادة اليوم الدرسينا هو الكورون إلكتريك كونتيني يعني الانتنسيتي يعني صفحة عادمة هو الانتنسيتي درج جديد انتنسيتي ديكورون ديكورون إلكتريك كونتيني ديكورون إلكتريك كونتيني ديكورون إلكتريك كونتيني يعني شدة التيار الكهربائي المستمر كيف يتجرب فى كفيره جيدة الى الكهرباء المصنف نريد متى تعرفه كيف يكون كفيره نحن نأخذ فى تجربة حيث تجربة نعود فى هذه الحكومة لتقرد فى كفيره فى كفيره نحن نأخذ فى تجربه يعني سنقدر واحد experience جريمة لأسباب السابقة لأسباب السابقة لأسباب السابقة لدينا واحد لدينا واحد لامبة سننسمي ولا لدينا واحد جينيراتور هناك جينيراتر هناك هاته أولاك المنتاج هناك 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 المنتاج في المنتاج في المنتاج في المنتاج 2 لدينا 2 لامب يعني لدينا 2 لامب لا تنسوش نديروا قطع الشيار بسدود قطع الشيار بسدود قطع الشيار وانتغير بسدود دابالا لاحظتوا معي ندرب العربية ندرب فرنسية دابالا لاحظتوا معي في هذا المونتاج 1 و 2 هذا الإضاءة شدة الإضاءة في هذا المسبق ستكون قوية على هذا هذا صغير قرينا في هذا الدرس قرينا على الكنديكتور و الززولون قرينا على المكونة قرينا على المكونة من البلطة و من البلطة هذه الأمر لا يظهر للكورون كان يغضر في دي ميني على مانات الرئيس والفيصان يفعلون الطفل طفل طفل الدعاء والمعسات الرئيس والفيصان الثاني انتظرنا ان نظر تخبرك تخبرك طائمة تتعبون نقيم نقيم! كم يمكن أن يحمل المعاضيين production تنتهيكة المعاضيي من النواج عندما thermاني وت40 م 미� غداء وتكلي كم يت给كم يجب الوضع يفضل هذه المنطقة في المنطقة على اوضاع المنطقة المنطقة على المنطقة علينا المنطقة أن السابقة في السابقة المنطقة هناك زرام يعني قسم الإضاءة وقسم الكورو الإلكتريكي هنا في المونتاج 1 كانت لامة واحدة لذلك ما نساعد عن الإضاءة للمينوزيته لإضاءة لامة المونتاج الثاني يعني ضعيف مقارنة مع المونتاج الثاني أولا سأكمل سأقول للمينوزيته هنا بليفابل كسلويد من المونتاج 1 يعني لذلك هذا ضعيف على شدة الإضاءة هذا الشيء راجع لذلك أقوز دي كورو إلكتريكي يعني بسبب شدة التيار علش هذا ضعيف حش الإضاءة شدة التيار قليلة لذلك فقط هذا هو السبب يعني نريد أن نذهب إلى المونتاج سأقول للمينوزيته بليفابل يعني كلما كان المونتاج الثاني يعني كلما كان المونتاج الثاني يعني كلما عدد المصابح تزال هذا المونتاج الثاني يعني كالضعاف بليفابل بليفابل كورو الإلكتريكي كيف سنفهم من هذا؟ أن كلما تزال العدد المصابح في المونتاج الثاني كلما نقص كلما التيار تمر بوحد شكل ضعيف يعني كيف يمر بوحد شكل ضعيف يعني منذ هذا المونتاج الثاني يعني بحل ذلك سيضعف ثلاثة المصابح يعني الاداءة قليل يعني كلما تزال في المونتاج الثلاثة كيف سنقص يعني هذا هو الانتاج الثاني بلي الذي كان لديه 얼마 وديه نقل أنزد اوغموند اوغموند وكيف تكشف الكورن وكيف تكشف اوغموند ومن يفهم البسط في فرنسي وانه يكتب الشرح في الدرجة كما كنت أفعله لا يوجد شيء الإنسان فريد أن تجد التدريج على التدريج و أن ترى التدريج سوف تجد الحصول على العربية و انظر بفرنسا و انتظر لك أسلوب و انتظر لك و انتظر فهذا اسمنا ليس بشكل كبير اوها كما قلنا تكامل المصابع تكامل المصابع كما قلنا كما قلنا كما قلنا كما تزاد العدد المصابع وكما تبدو تبدو انتحكم يعني في المرور تتقص في الحالة ممكن قلوه أن هناك السنتاج ليكن سنجوا أن الكورون إلكتريك كونتيني يكاركتريزي بلانتنسيتي يعني تتميز بواحد المقدار ديال الشدة يعني الشدة تنقولو أن الشدة التيار هنا قليلة وشدة التيار هنا كثيرة يعني هذي واحد المقدار فزيائي يقولون يقولون، أن الكورون إلكتريك كونتيني عن كلمتين من بradaس كلمتينتين قبلين عن سيتي ، أليه سيدي ، أليه سيدي ، أليه سيدي ، أليه سيعطع أيضًا ، أليه سيدي ، أليه السيدي ، وأون الكري Wirat سيدي ، أليه سيدي ، التعابيع ، كما يمين ، و خاني ، إيه كعات الغده إيه كيتميز، واحد مقدار فزيهي كعات الغده إيه كاة عكت غده إيه كاة عكتيريز أيه كاة عمي بلكم مقدار فزيه المثال على الغرف المثال 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 يجب أن تنظر المثال إما أنه يجب أن تصبح أنها أعتقد جدود إلى 3 أمبار أو 4 أمبار وهذا يسمى شخص الإنتارة والليà هي التي تفعل الإنتارة هي التي تفعل الإمينيزية بالمساطعة فيها الأمام التي تفعل الإمينيزية هي الإمينيزية للحادول الشرطان للحوالية لحوالية ترجمة تعالى ومدر حجزة أيضا قطع أكثر و المنظم البعض يجب المتلسيح الآن الآخر يهدط اعلا يعني اعلا دانتونسي داي دي كوران إلكتريك اي ما هي الوحدة دياله هي الامبير الامبير بحثة بلاقلنا اي تساوي اي تساوي اي تساوي اي تساوي اي تساوي خمسة تقول هنا امبير لكي نعرفه تنكشبه ماجي سكيل اي لكي نعرف هذه الوحدة ديال اي بحثة بمثال ان الدستانس فالامبير هذه الوحدة ديال اي هو الامبير ولكن في ميلي امبير كنت ميلي امبير في ميلي امبير نضربه ب 10 و 3 حيث نحوولها الامبير يعني دائما نخصني اي تكون عندي ميكرو امبير ميكرو امبير حيث نحوولها الامبير نضربه ب 10 و 20 إذا أعطيك ثلاثة ميكرو أمبير هذه هي تقرأ ميكرو لكي نحويل الأمبير يجب أن نضربها في حوص ناقصها يجب أن يكون إي بالأمبير إذا في هذا الجزء الأول فهمنا ما هو التنسيطات الكورن إلكتريك ما هو الشدة التيار هي التي تجري على اليمينوزيته سوف نحويل الأمبير الانتقائي دعية أمبير والأمبير هو أمبير من المجدد للغاية نعرف أنه المجدد للغاية وهناك في الأنسان الوحيدة بالمجدد الإنسان الوحيدة الوحيدة هو و و و من المجدد لجمع المجدد في الوحيدة والمجدد لا يتحدث هذا يسمى و أتمنى أن تكونوا فهمتوا البارتية الأولى البارتية الثانية سوف ندخل على الشكل الذي يقيس هذا الطيار المزيخ من الكورون إلكتريك المزيخ هي قياس هناك جهاز يقيس الكورون إلكتريك يسمى الأم بارمتر سوف نقرأه في الجزء الثاني والبارتية الثالثة كيف نقوم بعمل البارتية الثالثة وكيف نقوم بعمل هذه الجزء الثالثة وكيف نقوم بعمل المزيخ لذلك يمكنك أن نعرف المزيخ وإنها المزيخ والأنواع الجزء الثالثة وإن شاء الله في البارتية الثالثة سوف نؤمنوا أن يجبكم تلك الفيديو كما قلت لكم قد 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 قتلنا في المونتاج والمونتاج 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 أسرع إلى الجزء الأول ومن يتقل من الجزء الثاني يمكنك فعل درس التنفيذ هذا هو الفيديو في الفيزيك بالنسبة للرياضيات قمنا بيضا ثلاثة الفيديوهات قمنا بإجراء فكتورية وتقمنا بإجراء فكتورية ثلاثة الفيديو وإن شاء الله نتلاقيه في الرابع فيديو وسيجب إجراءه الآخر لأن نعجبه وإن شاء الله وكما يجبنا نتمنى نعجبكو الفيديو وتشتركوا